السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل غسول طبيعي للوقت. مناسب لكل انواع البشرة وللستعمال الجميلة جدا. اللي انت فعلا هتكفئ بيها بشرتك كل يوم. عارفين كده لما بتشوفوا حد وتقولوا لها يعني ليه بشرتك شكلها صافي وشكلها حلم بتستعملي ايه فعلا لو جربتي تعملي الغسول ده هيعجبت جدا. تعالوا نشوف المكونات عملنا مع بعض حليب جوز الهندي في البيت وهو ده وانا قلت لكم ان شاء الله هنستعمله في وصفات للبشرة والشعر. وانا النهاردة هستعمله في الغسول لانه من الحاجات اللي فيها مطهرات طبيعية. كمان هستعمل فيتامين اي او فيتامين هي واحدة بس. هستعمل سابون اه اي سابون طبيعي. يعني هتروح السيطالية او عند العطار. هتقولي له عايزة سابون اه مفوش اي مواد كيميائية. اه على حسب طبعا بقى البلد اللي انتي موجودة فيها. تستعملي سابون نابولسي سابون اه الغار. اه سابون اه اي نوع. انا بستعمل النهاردة للطووس. واحتاج لمية ورد. وزيت الورد اللي هو اللي فعلا جميل جدا هنحتاج منه قطرات بسيطة. المكونات اه زيت الورد اختياري. يعني ممكن ما نستعملوش لو ما عندناش. اول حاجة هعملها هحتاج اللي انا اخد اللي صابون ديت وبشرها. عايزة معلقة واحدة بس من الصابون ده. في المبشرة العادية تقدر تبشرها عايزي دي حوالي معلقة كبيرة من الصابون المبشور. وعلى طول بقى في نفس الاناء. هجيب حليب جوز الهند وهو يا جماعة لما بنعمله بيفصل كده فلازم نرجه قبل الاستعمال. وده حتى الحليب اللي احنا بنشتريه برضه من الاسواق نفس الكلام. فادلوقتي هرجه وهاخد منه نص كباية. شايفين ما شاء الله دسم وفعلا يعني مغزي ومرطب بشكل فضيع. من احلى الحاجات اللي ممكن تستعمليها لبشرتك. كمان احتاج ربع كباية من ماء الورد. وهروح بقى على البوتجاز هجيب حلة. وهحط فيها مية وعلى حمام مية. هبتدي احط الحاجات اللي هي في البولة دي. السابون يسيح وكل الحاجات تتجانس مع بعض. هسبها حوالي عشر دقايق. مع التقليب يعني من وقت للتاني. على نار هادية. لحد ما يلاقي كل الصابون ديب. وكده خلاص هو ده. بابتدي بقى اكمل بقية المكونات. هحتاج واحدة من فيتامين اي. فيتامين الجمال. وفعلا بيخلي البشرة نعمة جدا. واخر حاجة هو زيت الورد. حوالي خمس نقط منه ومش اكتر من جده. هقلب بقى كل المكونات. واسبها تبرد شوية. الغسول ده من الحاجات يا جماعة. اللي فعلا جميلة جدا. وبيقعد حوالي عشر تيام اسبوعين في التلاجة. طبعا احنا هنستعمله كل يوم. ونرجعه تاني في التلاجة. زي ما احنا شايفين مكوناته طبيعية. آآ كابسولة فيتامين اي بتخلي آآ الغسول ده يعني صلاحياته اكبر شوية اكتر شوية. ودلوقتي خلاص بيكون جاهز وتقدر تستعمليه. للايد للوجه صراحة بيرطب جدا جدا جدا. وحليب جوز اللي هندي معروف ان هو بيخش في مستحضرات تجميل كتير. احنا خدنا منهم الفكرة. ولكن من غير ما ناخد بقى اضرار الحاجات في الغسول. تقدر بقى تستعملي زي ما انت حابها على قطنا. على فرشة التنظيف بتاعت الوجه العادية. زي ما بتستعمليه. وبعدين تسيبيه حوالي دقتين وبعدين تخسليه بشرتك. او لو ما عنديكيش اي حاجة ويستخسليه كده على طول. فابتخذي منه شوية. هو بيراغي بسيط جدا. احنا دايما ما بنحبش الحاجات اللي هي فيها رغوة. مش معنى اللي هو بيراغي انه هو ده حاجة واو يعني. بالعكس. دايما لما بلاقي حاجة بتبقى فيها رغوة بخاف منها. فهو فيه رغوة بسيطة جدا معقولة. من اول مرة هيعجبك ان شاء الله. وبالمدوم عليه هتلاقي بشرتك اختلافت تماما. ولو فيها حبوب. هيروح الحبوب. لانه فعلا بيطهر البشرة. وبيعالجها. اتمنى ان شاء الله النهاردة الفيديو يكون عجبكم. واعزب لكم المقدير مكتوبة دلوقتي. عشان اللي عايز يعمله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني ومع السلامة. اشتركوا في القناة.